100 حقيقة ربما لا تعلمها عن أنيبي وون بيس لا تستدعمي بلايك المقطع مع الاشتراك لننطلق تبلغ تكلفة انتج حلقة واحدة من أنيبي وون بيس حوالي 92.915 دولار أمريكي كشف أوضع عن التصميم الأول لياماموتو والذي كان يحمل أشكال مختلفة لكن ما كان يلفت الانتباه أكثر كان هو التصميم الخاص بفوجيتسو أوموسوبي حذر سبوكر لوفي في ثلاث مناسبات قبل التايمسكيب وفي كل مرة كان يتم إيقاد الأخير من قبل قريبنا وحليف وهذا مشابه للطريقة التي حصر بها غارب روجر عدة مرات ولم يتمكن من القبض عليه تم بث الحلقة التي ظار فيها كيد لأول مرة في الواحد من مايو وهو عيد ميلاده أيضا قامت إونيفرسال سوديو أوف جابان ببناء نسخة طبق الأصل من مقبرة إيس والوايت بيرد والتي كتب عليها هنا يرقد قبضان وأب عظيما ذكر أوضاد التمرة بأن باقي هو الشرير المفضل لديه وتيتش هو القرصان المفضل من بين اليونيكو الحاليين والسابقين يعتبر باقي الوحيد الذي لا يحف إن كان يمتلك أي نوع من أنواع الهاكي الحيوان الذي يشبه تيتش هو فرص النهر بينما الحيوان الذي يشبه شانكس هو الأسد في الألم عندما التقى إيس بي شانكس ظهرت لنا دراعواية في حالة سليمة على الرغم من أنه قد فقدها أمام وحش البحر وطبعا هذا كان خطأا من الأستوديو قد تم تصحيحه في نسخة البلوراي بالحلقة 461 حصل بيبو على أقل مكافأة معروفة في السلسلة حتى الآن يشترك كل من كيلر والزورو في عدد من أوجه تشابه فهم يميلان نحو القتال عنيف والمكان باعتبارهما السوبر نوفا الوحيدان الذين لا يعتبران كابتن مجموعتهما حتى الآن لم يظهر شانكس مطلقا في أي غلاف مجلد إلا وحضرتي تشمعه قراصنة البلاك بيرد والويت بيرد هم تواقم القراصنة الوحيدة المعروفة التي تضم الفئات الثلاث لمستخدم فواكه الشيطان في صفوفهم يعتبر قراصنة البيغمام هم أقدم طاقم قراصنة معروف بعالمهم بيس حيث عملوا معا لمدة 62 عام ما يجعلها أطول فترة زمنية عرفت عن أي طاقم قراصنة في التاريخ يرتدي دفال قناعا حديديا ليوازي وقت إجبار سنجي على ارتداء قناعا حديدي عندما كان طفلا كعقوبة يعتبر كروكوديل أول فرد من تشيبوكا يهزمه لوفي يمتلك ميهوك أعلى مكافأة في عالم ونبيس عندما نستثني اليونيكو الأربع طبعا أطلق أودين على ابنه اسم مومونوسكي لأنه يعني منقطع النظير يتشارك جوزو مع زورو نفس عيد الميلاد في الاس بي اس التسعة والثمانين أظهر أودى كل من إيس لوفي وصابو بأشكالهم المحتملة في سن الأربعين والستين بجدولين زمنيين منفصلين تتشارك هانكوك اسمها مع توماس هانكوك المهندس العصامي الذي أسس صناعة المطاط البريطانية وهذا التشابه يتعلق بعلاقة هانكوك مع لوفي الذي يتمتع بخواص المطاط يعتبر أن الأول خصم الرئيسي واجه لوفي من مستخدم الهاكي مكافأة جاك هي أول مكافأة تظهر في السلسلة تتجاوز سعة أرقام وفقا لأوضا فإن فاسكو يمتلك أطول أنف من أي شخصية ما تقديمها في السلسلة حتى الآن يعتبر روجر الشخصية الأولى التي تظهر بالقصة وأول من يموت أظهر جميع أفراد عائلة مونكي بأن لديهم علامة ملحوظة على الجانب الأيسر من وجوههم تصميم كايدو الأول كان يختلف عن ما هو عليه الآن حيث أن أول مرة تم ديكراليونيكو فيها لأول مرة ظهر كايدو بوجه أعرض وأنف أشبه بالمنقار مع ابتسامة ضخمة وشريرة من أجل عدم الكشف عن فمه المشقوق يأكل كاتاكوري بسرعة كبيرة كما أنه للحفاظ على صورته كشخص قوي فإنه ينام متكئا على الجدار يتشارك كافينديش اسمه مع توماس كافينديش وهو مستكشف إجليزي وملاح تعتبر بوهانكوك هي أصعب شخصية بشرية يرسمها أوضا يشارك بارتولوميو اسمه مع بارتولوميو دياس المستكشف البرتغالي الذي عرف بأنه أول أوروب يبحر إلى القمة الجنوبية لقارة أفريقيا يمكن رؤية جزء الخلف من رأس بيبو في الزاوية اليسرى السفلية من ملسق لول المطلوبين وهذا يذكرنا بما حدث مع يوسوب بملسق المطلوبين الخاصة بلوفي يعتبر شانكس العضو الوحيد بين اليونيكو الأصليين الذي ليس مستخدم لفكهة شيطان ولا يزيد عمره عن خمسين عام ولم يولد في الجراند لاين بسبب الجدل الذي ضار حول ممثله الصوت الأصلي نوريو إيمامورا تم إعادة تسجيل مشاهد إيفانكو في إصدار البلوراي مع ممثل صوت آخر وهو ميتسو إيواطا مما يجعل إيفانكو فالشخصية الوحيدة المعروفة التي لم يتم استبدال ممثلها الصوت الياباني بسبب الوفاة أو شيء ما اشتيرت البيجمان بإرسال هدية مروعة لأولئك الذين يرفضون الذهاب لحفلات الشيء الخاصة بها ولسخرية القدر تلقت واحدة خاصة بها من طرف لوفي الذي لم يكن على علم بذلك حتى بعد أن أعطى الصندوق لبيكومس وتاماكو اسم عائلة فيفي نيفرتاري هو اسم المصري القديم يعني الأجمل أو الأكثر روعة لدى رايلي مكافأة لم يتم الكشف عنها حتى الآن وقد اتضح هذا عندما قتل كيزاروف الأرخى بالشابوندي تعتبر الفضة ثاني أكثر المعادن قيمة بعد الذهب وكزميله الأول كان سيلفر رايلي ثاني أعلى شخص رتبة في الطاقم بعد ملك القراصنة غولدي روجر سأل أحد المعجبين داتا مرة لماذا بدى كوبي مختلفا تماما عن ظهوره الأول ليجيبه أوضا بأن كوبي قد مر بطفرة في النمو وشد عضلته بالانضباط بسبب التدريبات التي تلقاها من غرب دريك هو أول شخص تم الكشف عن تناوله لفاكهة زون عندما تم تقديمها لأول مرة تم اقتباس وجه كيزارو من الممثل الياباني الراحل كوني تاناكا بينما تم اقتباس وجه أكينو من الممثل الياباني الراحل بونتاسو جوارا يعتبر جانجو هو العضو الثالث في طاقم القراصنة الذي ينضم إلى مشات البحرية الأول هو فيرغو من قراصنة دونكوهيتو والثاني هو كوبي من قراصنة الفيدا كيد ولوفي وزورو هم الأعضاء الواحدون المعروفون من الجيل الأسوأ الذين يمكنهم استخدام الهاكي يعتبر جينبي أطول أعضاء طاقم قبعة القش ليأتي بعده كل من بروك وفرانكي أرونغ هو الشخص الوحيد المعروف الذي أطلق صراحه من الإمبل دون صفحة الغلاف للفصل 1031 أظهرت شيريو مع العديد من الشخصيات التي تعتبر هي اليد اليمنى لقائد التقم مما يشير إلى أنه الدراع اليمنى لتيتش وعندما نتحدث عن الدراع اليمنى فهو ببساطة ثاني أقوى أعضاء المجموعة يعتبر بيكومز المينك الوحيد المؤكد أنه أكل فكهة شيطان كشف أوضا سابقا بأنه كينز كان في الأصل سينضم إلى تشيبوكاي فقد كل من لوفي وصاب وعيهما معا بعد علمهما بموت إيس في ثريلر بارك أخبر جيكو موريا لوفي بأنه بقوته الحالية سيفقد طاقمه وبالفعل بعد ذلك بوقت قصير تعرض طاقم قبعة القش لهزيمة ساحقة في الأرخب شبوندي يأكل كيلر وهو يرتدي قناعه وهو يفضل الطعام الذي يمكنه أن يدخله من خلال فتحات قناعه زور هو الفرض الوحيد في الطاقم الذي بحث عنه لوفي لضمه أما الأعضاء الباقين فقد التقى بهم في رحلته في سن مبكرة كان أوضا يلقى من قبل أصدقائه بأوداشي في مقابلة أوضا مع جامسو سئل عن مصدر إلهامه ليجيبهم بأنه أكيرا تورياما وقد أكمل قائلا بأنه ببساطة لو لم يكن هناك دراجون بول لما كان وون بيس في سؤال من شون الجامب لأودا فيما إن كان بإمكانك أن تكون أي شخصية فمن ستكون ليرد أوضا بأنه يريد أن يكون نيكو روبين حتى يتمكن من رسم المانغا أسرع بعشرين مرة في استطلاع أوريكون لمن هم المانغاك الذين غيروا تاريخ المانغا احتل إتشيرو أوضا المركز الرابع يمتلك أوضا تمثال الزرافة بالحجم الطبيعي في منزله باستثناء لوفي وكيلر تم تسمية كل عضوين في الجيل الأسوأ على اسم مجرم تاريخي حقيقي لوفي ولواتيتش هم من أبرز الأعضاء المعروفين الذين يحملون حرف دي في أسمائهم في كل أسبوع يعمل أوضا على القصة لمدة ثلاثة أيام ثم على الرسومات لمدة ثلاثة أيام أخرى السي بي ناين هي أول مجموعة شريرة لا يقاتل زعيمها لوفي يعتبر كل من لوفي وبوني هما العضوان الوحيدين المعروفين على أنهما أبناء مجرمين مطلوبين لوفي ابن دراجون وبوني ابنة كوبا رمز سجن الإمبلدون هو تداخل بين الأحرف الأولى من اسم السجن إي ودي عنوان وون بيس واسم له معنى السر لا يعرفه إلا أوضا يخصص لسجناء الإمبلدون رقم مكون من أربعة أرقام يسبقه حرف واحد يشير ربما إلى الطابق الذي سيحتجز فيه السجين بدءا من إيل المستوى واحد وينتهي على الأرجح بإيل المستوى خمسة ومن غير المعروف ما هو الحرف لنزلاء المستوى السادس أو حتى إذا تم تخصيص أرقام لهم مؤدي صوت بروك هو السيد شو والذي أدى أصوات شخصية كولمين بولوروف من أنيمي هانتر وريوما من وون بيس كشف ميستر توبي أنه كان يحلم دائما بلقاء فانكوف وهو الحلم الذي تمكن لاهقا من تحقيقه في الإمبلدون بفضل لوفي كورازون وفيرغو من قراصين دونكي هيتو كلاهما عاملا متخفيا كجنديين في مشات البحرية معظم أعضاء السيبينين هم أيتام قامة الحكومة العالمية برعايتهم باستثناء كل منكم دوريس باندام وكاليفا وفقا لمقابلة مع إتشير أوضا فإن أكين قوي جدا لدرجة أنه إذا أصبح بطل الرواية فيمكنه إنهاء سلسلة وون بيس في غضون عام واحد فقط كانت الخطة الأصلية التي وضع أوضا لوون بيس هي بأن تستمر لمدة خمس سنوات بمعنى أنها كانت ستنتهي في الأصل في عام 2002 تقييم أني مي وون بيس في موقع ماي أنيمي لست هو 8.68 وتحتل المركز 57 تقييم مانجا وون بيس في موقع ماي أنيمي لست هو 9.21 وتحتل المركز الرابع مؤدية صوت لوفي يتنك مايومي والتي أدت أصوات شخصية كل من كوررين ويجيروبي من أني مي دراجون بول يعتبر قراصنة الويت بيرد وقراصنة البلاك بيرد ومتواقم القراصنة الوحيدة المعروفة التي تضم الفئات الثلاث لمستخدم فواكه الشيطان في صفوفهم احتللوا في المركز الأول في جميع استطلاعات الشعبية حتى الآن تجاوزت مبيعات مانجا وون بيس 410 مليون نسخة في اليابان و 510 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم وهي أكثر سلسلة هزلية منشورة لمؤلف واحد وقد تم اعتمادها من قبل مسوعة جنيس الأرقام القياسية صرح أوضا بأنه كان يبكي في مشهد رسم سفينة ميري وهي تحترق بروك هو أكبر أعضاء الطاقم حيث يبلغ عمره بعد التايم سكيب 90 سنة الستوديو الذي يعمل على إنتاج حلقة وون بيس والستوديو طي أنيميشن والذي عمل على إنتاج العديد من الأنيميات مثل دراجون بول وسلام دانك في سنة 2017 حققت مبيعات وون بيس أكثر من 40 مليون نسخة مباعة حول العالم لتصبح المانجا الأعلى مبيعا في التاريخ لم يستطع له في هزيمة إيس في أي قتال فرد جماعهما مع بعض صرح أوضا سابقا بأنه ينام لفترات أكثر أربع ساعات في اليوم نيتفليكس أعلنت على إنتاج لمسلسل واقع لون بيس بإشراف من المؤلف أوضا وسيتكون من عشر حلقات ستقتبس العركة الأول بدأ عرض مانجا وون بيس في 22 يوليو عام 1997 بينما بدأ عرض الأنيمي في العشرين من أكتوبر عام 1999 لا ينادي زور سنجي باسمه إلا نادرا شاكس في بداية القصة كان عمره 27 سنة أما حاليا فعمره 39 سنة بأرك دريس روزا تمنى فوجي طورا بأي السعيدة نظره حتى يرى وجه لوفي تعتبر هانكوك أكبر من لوفي بـ 12 سنة يحتل لوفي المركز الثالث بين أفضل الشخصيات بالموقع الشهر بينما يحتل زور المركز الخامس يعتبر جينبي الفرض الوحيد في الطاقم الذي كان قائدا لطاقمه قبل أن ينضم إلى طاقم قبعة القش الفرض الوحيد في الطاقم الذي تلقى لكما تمن لوفي كان هو أصب كان من المفترض أن يكون الزور عضوا في طاقم باقي إلا أن أوضا غير الفكرة فيما بعد روبين ونامي هم الفتاتان الوحيدتان التي وضعت قبعة القش على رأسيهما كل ما يقال على أن أوضا والمحرر بأنهما الوحيدان من يعلمان بنهاية القصة هي مجرد كذب فقط اقتبس أوضا شكل الدكتور فيغابانك من شخصية العالم الفيزيائي ألبرت أنيشتاين تم إنتاج 18 فيلم لأنمي ونبيس آخرها في المريد ظهور زور بعد السنتين مشابه لظهور بهوكا الأول حيث أن كلاهما قطع سفينة لنصفين لدى شانكس علاقة مباشرة مع اليونيكو الأربع الحاليين فهو من ألهم لوفي ليكون قرصانا وهو من عمل مع باقي عندما كان معا فوق سفينة ملك القراصنة روجر بينما تيش كان هو المتسبب في الندبة التي على وجهه تعتبر ديفون هي أول أنثى مستخدمة لفاكهة من نوع زون أسطورية إذا وصلنا للنهاية أتمنى أن الحقائق لنت إعجابكم ولا تنسوا دعمي بلايك المقطع مع الاشتراك كان معكم محمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر